السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرسام معاكم الرسام صبر جنيدي ان شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض اشكال جديدة ورسومات جديدة من خلال الاشكال الهندسية ان شاء الله اطفالنا الجمال يجاهزوا سكتش كده وقلم رصاص معنا عشان نبدأ مع بعض خطوة بخطوة ونعلمهم الرسم الطريقة مبسطة هنبدأ مع بعض النهاردة هنرسم اه هنبدأ بالقط القط بتلات اشكال مختلفة من خلال الاشكال الهندسية بنقدر نوصل لاي حاجة احنا عايزينها زي ما اتفقنا قبل كده بنبدأ بشكل القط بشكل بيضاوي ميل وهنا بنعمل دايرة تمام وهنا كمان دايرة وهنا شكل بيضاوي شكل بيضاوي كده تمام وبنبدأ نعمل هنا كمان شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي تمام بنبدأ هنا نعمل العين وهنا الودان كده ونمسح الجزء ده بنبدأ نمسح الخطوط الداخلية زي ما تعودنا مع بعض تمام وهنا بنعمل المناخير ونبدأ البق كده تمام بنبدأ هنا نمسح الجزء ده ونعمل الصوابع والرجل اللي هي الخلفية تمام ده شكل القط عن طريق الاشكال الهندسية بطريقة مبسطة زي ما شفنا شكل بيضاوي ودايرة وهنا الديل بنبدأ الديل نعمل له منحانة كده تمام نبدأ ناخد شكل تاني هيبقى نفس الشكل البيضاوي هنا ماء الشمال وهنا هيبقى عادل تمام ناخد الدايرة كده نفس الكلام ونمسح الجزء ده وناخد الود والعينين والمناخير نفس الكلام تمام بنبدأ هنا ناخد شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي طويل شوية كده ونمسح الجزء ده كده والجزء ده كده ونبدأ نعمل الصوابع مع بعض جزئية البطن وهنا جزء الرجل اللي هي الخلفية تمام وهنا الديل برضو ممكن نجيبه كده جزء صغير من الجن ناخد شكل تالت ده طبعا شكل منظور امامي وده شكل جانبي هناخد شكل الجانبي بس وشه بالجنب مش وشه لينا تمام هنعمل الشكل البيضاوي كده مائل يعني ده مائل شمال سنة ده عادل ده مائل يمين تمام وبرضو هناخد ايه الدايرة كده ونبدأ ناخد الودن كده طبعا الودن هنا عشان هيبقى بالجنب هتبقى بالشكل ده تمام واخد عين واحدة وكده تمام وهنا دايرة وهنا شكل بيضاوي وهنا شكل بيضاوي ببدأ امسع الاجزاء اللي هي الداخلية كده وهنا نفس الكلام صوابع تمام ممكن اعمل الجزء ده كده تمام ثلاث اشكال مختلفة للقط بطريقة مبسطة جدا لو بنتابع مع بعضه معنا الاسكتش وعملنا خطوة خطوة زي ما انا شغال كده هتلاقي المسألة بسيطة جدا والطفل هيستوعب وهيقدر يوصل للشكل بشكل مبسط جدا بتاعيه مهند ارسم شكل من التلاتة شوف اي شكل مناسب ليك يعني مريب ليك وعمل هليك كده عشان ايه امتبان هنشوف اطفالنا مع بعض مع مهند هيقدر يرسم بنفس الطريقة بشكل مبسط يعمل الشكل البيضاوي تمام يعمل الدايرة تمام الشكل البيضاوي اللي هنا الطويل ده والناحة التانية نمسع ده الحاجات الداخلية وهنا الجزء ده المناخير مدورة مسلسة تمام المناخير نعمل بقى المدين فوق بشكل مسلس بس فيه منحنة اكبرها شوي تمام نعمل الشنة تمام السوابع بقى والرجل تحت خطوة بخطوة بنقدر نوصل للشكل بطريقة مبسطة جدا للاطفال وكل الاعمار على فكرة لان دايما بيبقى فيه ناس شباب مش اطفال يعني شباب كبار عايزين يتعلموا الرسم برضو بس الطريقة بتبقى صعبة عليهم جدا فدي الطريقة دي تمشي لكل الاعمار تمام بربع عليك يا مهند تمام ناخد مع بعض شكل تاني ناخد مع بعض شكل تاني لو حبينا نرسم منزل او كوخ بتلات اشكال مختلفة هنبدأ مع بعض هناخد مسلس كده ونفس المسلس هنا كده تمام وهناخد هنا مستطيل تمام هنبدأ نوصل المسلسين دول كده ببعض ونبدأ نمسح الجزء ده كده تمام ونوصل المنطقة دي كده ونبدأ نعمل مربع كمان بشكل كده ونوصل بدي كده ونمسح دي كده نعمل الباب بشكل مستطيل وهنا حبينا نعمل شباك او شباكين زي ما احنا عايزين تمام دي نكبرة شوية عشان تزبط معنا الموضوع تمام حبينا نعمل منزل او كوخ بشكل كرتوني كده سهلة جد من خلال الاشكال الهندسية ناخد شكل تاني جانبي للمنزل يعني مثلا نعمل دي كده ده كده مستطيل ولو خدنا هنا مسلس وهنا مسلس كده وخدنا هنا مربع او مستطيل ونبدأ نمسح الجزء ده الجزء ده كده ونعمل المنطقة دي كده طبعا هنا ناخد شباكين شان يبين ان ده جنب المنزل تمام حبينا ناخد نفس يعني زاوية مختلفة برضو هنعمل دي كده مربع وناخد مستطيل بالطول كده وهنعمل مسلس كده تمام هناخد برضو هنا الباب وهنا شباك وهنا شباك احنا عملنا ثلاث اتجاهات مختلفة للمنزل تمام آآ ثلاث اشكال مختلفة وبسيطة جدا نقدر نوصل بيها لشكل المنزل آآ نوري الاطفالنا نورينا ده يرسم معنا برضو يعني رسمة من التلاتة شكل من التلاتة ناخد بقى المربع ده ننقله هنا الجزء ده ونبدأ نمسح الجزء ده والجزء ده تمام اعمل الشبابيك تمام شكل مبسط جدا قدرنا نوصل لشكل المنزل آآ حبينا بقى مثلا ممكن عايزين نعمل طريق او نعمل آآ بعض او مسافة بنعمل دي كده مثلا اهي بتديني اعتبار على انه طريق وبتديني سري دي اللي هو الابعاد السلسقي كده بتديني منظر ممكن اكمل منظر طبيعي عادي واعمل هنا اشجار كده كده وابدأ الوينها واكون منظر آآ من خلال البيت اقدر اعمل جنينة اقدر اعمل اي شكل انا عايزه بطريقة مبسطة جدا تمام لو حبينا نرسم يعني شخص يعني اطفالنا دايما بييجوا يرسموا الشخصية في كراسة الرسم في المدرسة بييجي مثلا اللي تعودنا عليه بييجي يعمل كده وكده وكده اتعودنا نرسم الشكل الشخص او البنت او الولد او الراجل ونعملهم نقاط كده وحاجات كده تمام لا احنا النهاردة هنبدأ مع بعض نعمل آآ الشخصيات اللي احنا بنحطها في منظر طبيعي في شكل في لوحة زي ما احنا عايزين بنعملها بطريقة مبسطة جدا يعني ممكن نعمل الدايرة دي كده تمام ودي مربع صغير او مستطيل تحتها على طول وبعمل مستطيل كده بالطول تمام ببدأ اعمل مستطيل كده كمان اللي هي الرجل اهو تمام واعمل مستطيل كده واعمل مستطيل كده تمام اصبح هنا من دايرة ومربع ومجموعة مستطيلات زي ما احنا شايفين كده بنقدر نوصل للشخصية بدل ما كنا بنعملها كده زمان بتعودنا نعمل حاجة سريعة كده لا احنا برضو هنا بحاجة سريعة وبسيطة جدا بقدر اكون الشخصية اقدر بعد كده امسح الكلام ده بقى ووصل الدنيا دي ببعضها تمام ابدأ هنا امسح الجزء ده اعمل الكاف وهنا الجزء ده اعمل الكاف هنا اعمل العين المناخير البق الودان كده بيوصل كده اقدر اشكلها زي من عايز بعد كده لبسها الحزاء عادي جدا بسيطة جدا وعمل لها بقى الشعر كده بطريقة بسيطة جدا تمام عايز اعمل واحد مثلا واخد يعني عامل خطوة لقدام بعمل نفس الشكل اهو بس بدل ما يبقى المستطيل ده عريض لا ايضا بالجنب كده مضغوط كده شوية وببدأ اعمل مثلا ادي مستطيل اهو ودي عكسه اهو اكنه اكنه ماشي واخد خطوة وبيتحرك تمام وابدأ اعمله هنا العين والمناخير بشكل هو الجنب تمام بطريقة مبسطة جدا عايز اعمل نفس الشكل او شخصية يكون قاعد تمام ببدأ ببدأ اعمل اه هنا برضو نفس الكلام اهو وهنا دايرة برضو وهنا مربع تمام ببدأ ااخد كده مستطيل كده ومستطيل كده عكسه تو واحد طولي واحد عرضي وابدأ اعمل هنا مربع تمام هنا ممكن اخد مستطيل كده وهنا مستطيل كده وابدأ اعمل بقى ايه هشكله زي ما عايز افضل الخطوط الداخلية دي كده ووصلها ببعضيها بحيس ان هو ايه الشخصية تبقى قاعد يبقى قاعد كده وابدأ اخد الحاجات دي منحنيات كده ولبسه يدوم ملابسه كده تمام الكرسي بقى اعمله زي ما انا عايز عايز اعمله كده ده مستطيله برضه واشكل ده نظام كرسي تمام وادي العين المناخير الكلام ده نفس الكلام وهناعمل السوابع كده تمام واحد مثلا شخصية تانية جاي من ظهره تمام بابدأ اعملها كده برضه ودي نفس الكلام عفوا باخد نفس الكلام كده مستطيل وابدأ اعمل هنا برضه مستطيل كده بس هنا اللي قدام ده مثلا بيبقى جاي كده جزء كده وجزء كده وابدأ طبعا هنا الودن اهو ده ضهره مش هنعمل له عين بقى عايز اعمل له مثلا ايه شعره كده لكنه من ضهره تمام اقدر يشكل الجسم ووجهه زي ما انا عايز اه على حسب اتجاهات الاشكال الهندسية سواء طولية او عرضية او دواية او مثلثات بشكل مبسط جدا يعني مسلا لو عايز اعمل هنا اه شخص قاعد تمام اهو اعمل دي برضه كده ونفس الكلام هنا الرقبة مربع ودي كده عايزه قاعد القاعدة اللي هي بتاعة اللعيبة اللي بيفرض رجبته كده وبيمسك بيمسكها كده مثلا ارو اعمل نفس الكلام ده كده ارو اعمل المستطيل كده انا بوجه المستطيل او المربع على حسب الايه الوضع او القاعدة اللي انا عاوزها تمام وهنا برضه اخد هنا مستطيل كده وابدأ هنا شكل بيضاوي اعمل له الجزم او الحزاء كده وابدأ افرغ الاماكن دي على بعضيها اه اه ابدأ اعمل برضه الشع كده والعنين كده تمام والجزء ده مساح وابدأ اعمل ايه الكاف والصوابع تمام وبشكل مبسط جدا قدرنا ان يوصل لكذا وضع او كذا حركة في الجسم او ازي ارسم بنت او ازي ارسم ولد اه بشكل مختلف اه مثلا عايزة يخليه بشكل مثلا بيلعب ضغط اهو مثلا بشكل ميل كده بعمل الدايرة والمربع برضه هنا المستطيل ده كده وببدأ اعمل دي كده شكل بيدوي كده وابدأ هنا المربع ده كده انزل بيه كلها اشكال هندسية بسيطة بنقدر نعمل اللي احنا عايزينه بشكل مبسط جدا تمام تمام اه شكل تاني مسلا عايز شكل اخير بقى كده جالس كده وفرد رجله برضه شكلين اه شكل مستطيل نفس الكلام وبرده عايز كده ادي برضه نفس الكلام ونبدأ نفرر الجزء اللي هي الدواخل ونشكلها زي ما احنا عاوزين الشعر العين المناخير البقى تمام اه بسيطة جدا اه كده وقدرنا نوصل بدل الشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه اطفالنا اه مجرد دايرة وادرعين خطوط كده عادية شكل اللي هو المتعودين عليه من زمان جدا بنبدأ من الاشكال الهندسية نوصل اللي احنا عايزينه بطريقة سهلة جدا هناخد كمان شكل جديد هناخد شكل جديد ثاني مع بعض يعني مثلا احنا ممكن ناخد اه شكل مثلا الفواكه شكل مبصر جدا برضو عن طريق الاشكال الهندسية اه يعني ممكن ناخد الدايرة دي كده مجرد دايرة عادية جدا ببدأ اطلع بخط كده ومجموعة نقط كده مسام بتديني شكل البرتقانة شكل بسيط جدا تمام حابب بعمل تفاحة برضو نفس الدايرة وبرضو شكل بيضاء صغير كده تحت مجرد شكلين اهو متداخلين ببدأ اعمل دي كده اوصلهم ببعض كده كده واطلع بدي سنة كده اهي ودي كده ابدأ امسح الاشكال الداخلية دي خطوط الداخلية واطلع كده وامسح الخط اللي في النص كده وابدأ اعمل الورقة تمام سهلة جدا نقدر نرسم تفاح عايز ارسم مثلا المنجا اه برضو بعمل دايرة نفس الكلام اه ببدأ اعمل لها مسلس بزاوية كده كده بس اديله منحنة بسيط كده تمام وابدأ امسح الجزء ده كده واعمل خط ده الورقة واعمل خط كده سهل جدا اقدر ارسم الفواكه من خلال الاشكال الهندسية تمام تعالى ارسم اه اي شكل من التلاتة اطفالنا يشوفوا مهند نزبط الدايرة شوية نزبط الجنب ده ممكن نعمل الدايرة ببرجل ممكن نعملها بعلق دينة نتعود عليها الاول وبعد كده الدايرة هتبقى معانا سهلة بعد كده تمام نقض بقى اللي هي المسامة على البرتقارة نقض تمام الفواكه بشكل بسيط جدا ناخد مع بعض شكل تاني نرسم مثلا نحاول نرسم عربية نحاول نرسم قطر هنرسم مع بعض كذا حاجة يعني مثلا لو حبينا نرسم عربية كده ادي مستطيل وادي ناخد مستطيل كمان كده بالطول تمام ابدأ امسح الجزء ده كده وهنا اعمل دايرة وهنا اعمل دايرة تمام عربية نص العاب بشكل بسيط جدا مجرد وابدأ اعمل هنا كده ادي البعد بتاعها من الجم تمام ابدأ انزل دي منحانا كده واخد شكل شباك العربية كده تمام نفس الكلام هنا كده داوران وانا شكل الاكساد كده مثلا قدرنا بشكل بسيط جدا قدرنا نعمل العربية زي ما احنا شايفين كده تمام اه ناخد بقى شكل مثلا ممكن نعمل العربية اللي هي الصندوق الكبيرة دي عبارة عن برضو مربع او مستطيل شوية مفيش اي مشاكل وهنا برضو بابدأ اخد مربع هنا نفس الكلام ابدأ اعمل هنا دايرة تمام وابدأ اعمل هنا دايرة كده قدرت اعمل من مربعين او مستطيلين شكل العربية ابدأ هنا اعمل زاوية قيمة كده ديني شكل الشباك تمام وهنا كده شكل الاكسادام ممكن اعمل هنا مستطيل مستطيل صغير كده يديني شكل اه زي ما احنا شايفين كده شكل مبسط جدا اداني شكل العربية ممكن اعمل الجزء دا كده اعتبار زي الرفرف تمام بشكل مبسط جدا بنقدر نوصل لشكل العربية اه من خلال مربع دايرة مستطيل تمام اه حبينا مثلا نرسم القطار يعني نعمل الاطفال دايما بيحبوا يرسموا القطر ويلعبوا بيه ما بيبقى قطر لعبة بيلعبوا بيه وبيحبوا يرسموا كتير فطبعا احنا ممكن الشكل مثلا اللي هو الكاريكاتيري الهندسي ممكن نعمل دي كده وناخد مستطيل كده مستطيل كبير عريض ومستطيل صغير تمام ببدأ ااخد هنا دايرة وهنا دايرة تمام وممكن ااخد هنا كده هنا هبدأ اعمل حاجة كده اللي هي شكلة الكارتوني هنا شباك تمام ببدأ هنا ااخد مربعات اشكال مربعات كده زي ما انا عايز بقى بعدد عربيات الخطار بعمل مربعات زي ما انا عايز بزي كتير بقى عشرة خمسة تلاتة زي ما انا حب اهو تمام هبدأ انا اعمل كده هنا دايرة وهنا دايرة وهنا دايرة وهنا دايرة وابدأ اعمل هنا شباكين مثلا في العربية دي بيدا بشكل مربع وهنا نفس الكلام تمام دايرنا نوصل لشكل الكتار بشكل مبسط جدا زي ما احنا شايفين تمام عايز تزاود عربيات بقى ورق زي ما انا عايز على حسب ما انا اخطار تمام افوان اه منوصلهم كده ببعض اه عشان يتصل العربات ببعضيها تمام اه القطار بشكل مبسط عن طريق الاشكال الهندسية تمام اه نعمل كمان رسمة شكل تاني عايز اعمل العربية العربية العادية جدا يعني الملاكي مثلا بعمل شكل بيداوي كده تمام وببدأ اخد شكل بيداوي كده كمان وشكل بيداوي كده كمان تمام واعمل هنا دايرة وهنا دايرة ابدأ امسح زي ما ما بنمسح الدواخل الاشكال الداخلية الخطوط الداخلية كده تمام ببدأ اخد دايرة تاني جوه هنا دايرة تاني جوه هنا ابدأ اخد دايرة كده ابدأ شكل بيداوي كده وابدأ ايه قسمه كده تمام بطريقة بسيطة جدا هنا اعمل الشباك هنا تمام عايز اعمل شكل الاكسادام كده عايز اعمل شكل الاكسادام كده تمام اعمل شكل العربية بطريقة مبسطة اه ممكن نعمل مثلا شكل زي الا آآ اللي هو الايه? نعمل مسلا شكل آآ البرار الزراعي مسلا بنعمله دايرة كده. ودايرة كده. نعمل هنا مستطيل. هنا دايرة صغيرة. هنا الاكسدام. هنا الكرسي. ماشي. جزء ده كده. هنا اعمل مسلا مربع. تمام? وابدأ اخد الدايرة دي كده. تمام? طبعا العجلة بيبعليها شكل. شكل مبسط قدر تعمل الجران. تمام? حبيه ترسم مثلا الاطفال دايما بنعلمهم بيتعلمهم من خلال دودة الحروف. آآ دودة الحروف اللي بنكتب فيها الحروف الابجادية. آآ وحروف انجليزي وعربية. تمام? آآ بنبدأ نعمل دايرة كده. ونعمل لها دايرتين كده عنين? والبق. نعم? وابدأ اخد دايرة جنبها تاني. ودايرة كمان. ودايرة تاني. دواير متدخلة. كده. دي شكل الدودة. بابدأ هنا اعمل في الاول الرجلين. بابدأ اعمل الرجول كده. رجل قريبة ورجل بعيدة. تمام? رجل قريبة ورجل بعيدة. وامسح اللي ايه? الجزء اللي داخل ده. وابدأ امسح الاجزاء الداخلية. ده داخلها. تمام? ده شكل الدودة. نقدر نكتب عليها الحروف الابجادية. اه ممكن نعمل لها زي برانيتا كده جميلة. تمام? اقدر اعمل شكل الدودة. بشكل بسيط جدا عن طريق الدواير. تمام? اه ممكن ناخد بقى مع بعض كده سريعا. اه الاطفال اللي ما بيعش بيعرفوا يكتبوا لو شوش الضحيقة او البكية. تمام? بنبدأ نعمل ممكن نعمل اشكال بيضوية بسيطة كده. نعمل فيها مسلا الشكل المضحك. اللي هو بيتحق. كده مسلا. عبارة عن اه شكل بيضوي. دايرتين. العنين. وهي كان من اخير. وهنا الجزء. ممكن نعمل له السنان بتاعته كده. على حسب ما انا اعوز. الشكل تاني. انا ممكن هنعمل له الودان. شكل تاني مثلا متاسم. اسامة خفيفة كده. شكل تاني اه متعصب. واحد متعصب. اسامة خفيفة كده. شكل تاني. حزين. هي مجرد الشكل ثابت بيضوي زي ما انا شغال. بس اه الوش نفسه اه التفاصيل الداخلية هي اللي بتحددلي الوش او تعبيرات الوش يعني. تمام? ممكن واحد تاني كده. تمام? ابتسامة خفيفة. اه. بيبكي. بشكل مبسط جدا قدرنا اه نوصل اه تعبيرات الوش. اه شبيهة للامشنات. اللي هي بتاعت الفيس والواتس والكلامنا. تمام? عايزين مسلا ممكن نعمل مع بعض حاجة تاني. هنرسم مع بعض مسلا الوردة. الوردة اه بسيطة جدا يعني. انا ممكن نعملها بكزا شكل بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن نعمل الدايرة عادي. مجرد دايرة. ببدأ اعمل جواها كده. شكل بيضاوي. شكال بيضاوية جنب بعضها. اكون اشكال بيضاوية كده جنب بعضها لحد ما لف وتوصل معايا هنا. ابدأ امسح الجزء ده. كده. كده ظهرت لي الوردة. ببدأ اعمل منحانة كده. واعمل شكل بيضاوي تاني. شكل بيضاوي كده مثلا تاني. وهنا ابدأ ايه اخد خط كده. واعمل لها سن. تمام. وابدأ اخد الخطوط بتاعة الورق كده. ممكن برضو اعملها قريبة من نفس الشكل بس بمنظور تاني. اللي جواه ده هيبزهر لي بيضاوي. وبردو اشكال بيضاوية حوالين الشكل البيضاوي. تمام. بابدأ امسح الجزء ده كده. برضو. وانزل لده كده. خط. واطلع بشكل بيضاوي اللي احنا قلنا عليه. كده الاول عشان نسهله معاكم في الطريقة في طريقة الرسم. وبعد كده بابدأ اعمل اخد الخط وعمل لها كده زي جزء المساعدة. تمام. ونفس الكلام هنا. وخط كده. اهو. وبابدأ اخد الخطوط بتاعة الورق كده. تمام. اه حبيت اخد شكل تاني. اه مختلف للوردة مثلا. بابدأ اعمل ايه? برضو شكل بيضاوي كده. تحت منه شكل بيضاوي اكبر شوية. واكبر شوية. وبردو اكبر شوية. كده. تمام? بابدأ انا ايه? اخد برضو شكل صغير جوه. مثلا اعمل دي كده. كده. برضو منحنيات خفيفة كده. وابدأ امسح الجزء ده كده. الجزء ده كده. وابدأ اخد شكل كده. ويضاوي. وكده. نفس الكلام. هنا ده الورق ده ممكن اخده كده العروق بتاعته. واخد الجزء بتاع الورقة ده كده. بشكل بيضاوي برضو. بعد كده نعمل له الخطوة بتاعته دي عشان ايه? بنبقى عارفين تفاصيل الخطوة نفسها. بنمشي فيها ازاي? اه طبعا انا كرسام هرسمها كده عادي على طول. بس احنا بنعملها بشكل بيضاوي كده عشان ايه? عشان تبقى سهلة بالنسبة لكم ونعرف نرسمها كويس. بشكل بيضاوي كده. واخد الخط ده كده. وابدأ اعمل لها المسلس ده. وانسح الاجزاء دي. وابدأ كده اخد. تمام? طبعا بطريقة مبسطة قدرنا نوصل للتلات اشكال بالنسبة للورقة. ناخد شكل تاني. ممكن نعمل حاجة مع بعض برضو بالنسبة للشكل الوش. ناخد شكل الوش سريع كده. اه اي وش في الدنيا اي اي وجه انسان بيبدأ من دايرة. اي وجه انسان بيبدأ من مجرة دايرة. وشكل بيضاوي. اه فبنبدأ نعمل كده كده مثلا. والخطوط دي كده. لو انا عاوز الشكل ده. المنخير والوش يبقى هنا. بابدأ اخدها تدريجيا كده. تدريجيا كده. وآه وطبعا اه. مع الوقت البرنامج اه خلص. فبشكركم جدا. اه وبشكر الناس اللي تابعوني وشافوني. واتمنى يكون كل الناس اللي شافتنا الاطفال اه اه كان معهم سكيتش. وقدروا ياخدوا معنا خطوة بخطوة. اه وبشكركم جدا وانتظرونا في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى